لم يكن الاستلاء على صنعاء إلا خطوة أولى في مسلسل تدمير اليمن فالخطوة الأخيرة في جريمة ابتلاع الدولة ومؤسساتها تكشفها وثائق عن قيام تحالف الانقلاب ببيع أصول وممتلكات الدولة ليس داخل جغرافيا البلد فحسب بل وخارجها أيضا التحذير الذي وجهته وزارة الخارجية بمذكرتها لبعثاتها الدبلوماسية حذر من وجود مخطط من قبل الانقلابيين لبيع ممتلكات الدولة في الخارج مستغلين حيازتهم لأصول وثائق الملكية الموجودة في مقر وزارة الخارجية بصنعاء المخطط الذي ينفذه هذه المرة لبنانيون وعراقيون وإيرانيون وشبكة من المحاميين بحسب مذكرة الخارجية كان قد شرع بمحاولة بيع سكن السفير في بريطانيا غير أن السفارة اليمنية في لندن تصدت لهذه المحاولة وأفشلتها يقول السفير اليمني بلندن الدكتور ياسين سعيد دعمان إن مشروع الانقلابيين في بيع أصول وممتلكات الدولة في الخارج يجري الترتيب له عبر عصابات أنشئت لهذا الغرض في عواصم كثيرة ومنها لندن حديث السفير يمضي مؤكدا أن هذا المشروع بدى بالاستيلاء على الوثائق الأصلية لهذه الممتلكات والموجودة في مبنى وزارة الخارجية بصنعاء بطواطئ مع أناس من ذوي الخبرة في هذا الميدان يدرك الانقلابيون جيدا أن خسارة السلطة بات وشيكا ولهذا فهي تمضي بسباق محموم لبيع ما تستطيع بيعه يدرك الانقلابيون جيدا أن خسارة السلطة بات وشيكا ولهذا فهم يمضون بسباق محموم لبيع ما يستطيعون بيعه مقابل توفير تكاليف حربهم وذلك يتوقف على الجهود الدبلوماسية والقانونية للحكومة الشرعية في إيقاف هذا العبث ولكن ماذا عن ممتلكات الدولة في الداخل المصادر الإعلامية تؤكد أن الحوثين منذ وقت طويل شرعوا في نهب ممتلكات الدولة عبر ترتيبات احتيالية وتملكات لقيادات في الجماعة تضمن عدم عودة هذه الممتلكات لملكية الدولة بعد انتهاء الحرب أو التوصل إلى حل سياسي ما دفع مراقبين للقول إن الميليشيا إذا لم تهزم هزيمة عسكرية وتسترجع منها مؤسسات الدولة فإنها ستستمر بالسيطرة عليها ولو عبر إحلال عناصرهم في مؤسسات الدولة ونهبها بأسماء أنصارها وهو ما تقوم به منذ بداية الانقلاب